خلينا بقى نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال التقس النهاردة التقس حيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وفيه شبورة مائية الصبحة على الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ده غير إن فيه فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سينة درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 20 درجة أعلى درجة حرارة حتكون في أسوان 26 درجة والأقل حتكون في كاترين 15 درجة هنتابع مع حضراتكم التقس بالتفصيل بعد قليل لكن خلينا على طول نتحول للمرور ظهرت معانا الخريطة دلوقتي الخاصة بالقاهرة قبل ما نبتدي جولتنا عايزين نقول إن غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بتتابع حركة السيارات أعلى المحاور والميادين بوسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق كمان بيتم مرأبة حركة السيارات بوسطة كاميرات المرأبة لرصد أي كثفات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق طبعا لرفع أي معوقات مرورية سواء حوادث أو أعطال ربنا يسلم طريقكم جميعا نبتدي مع بعض على طول من القاهرة هنشوف مع بعض طريق الكنيش اللي جاي من مدان المؤسسة هنلاقي فيه بعض الكثفات المرورية البسيطة واللي رايح لغاية عبد المنع مرياض برضو هلاقي بعض الكثفات لو كملنا لطريق الكنيش اللي جاي من المعادي هنشوف كثفات مرورية بسيطة عند شرع الأصر العيني للمتجه للتحرير وحنلاقي كمان كثفات متحركة على الكورنيش من المعادي وصولت لمناطق وسط البلد ولو بصينا بقى من عند أثر النبي لغاية الأصر العيني وقدام وزارة الخارجية وماسبيرو هنلاقي برضو بعض الكثفات البسيطة شارع رمسيس لو خدناه وصلنا لغاية العباسية ومحور الناصر كل ده ولغاية ما نوصل للمناصر هنلاقي كمان بعض الكثفات وشارع عباس العقاد والطيران وحنلاقي طبعا أماكن غلق الإشارات بالمادين من همدان التحرير وروكسي وهشام بركات كل ده هنلاقي فيه بعض الكثفات المرورية البسيطة لغاية دلوقتي لو بصينا بقى على كبري أكتوبر المتجه لمناطق الإسعاف ورمسيس هنلاقي شتيولة مرورية واللي هيكمل أعلى الكبري في اتجاه مناطق غمرة والعباسية ومدينة ناصر هنلاقي بعض الكثفات المرورية أما بقى لو بصينا على محور صلاح سالم المتجه لنفق المرغاني ومصر الجديدة هنلاقي ما فيهوش أي مشكلة وفيه سيولة مرورية نروح مع بعض للجيزة اللي بتبقى عادة أكثر إزدحاما بسبب أعمال الإنشاءات اللي موجودة في أكثر من مكان هنبتدي من شارع الهرم اللي بيشهد طبعا ظهور للكثفات اللي حتزيد مع دخول ساعات الظروة الصباحية بسبب غلق الطريق في تقطعه مع المريوتية لإنشاء محطة مترو اللي أول ما تنتهي الوضع حيختلف تماما وحيبقى فيه سيولة مرورية شديدة كمان لو لقينا بعدها بقى كملنا هنلاقي بعض الكثفات بمناطق مشعل وكثفات في شارع العشرين والغاية الطلبية وهنلاقي كمان كثفات متحركة للمتجه لكبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق والغاية العشرين هنلاقي كمان بعض الكثفات على محور صفت اللبن للمتجه للدائري وصولا لشارع السودان هنلاقي كمان كثفات مرورية في المنطقة دي طبعا عندنا بديل هو محور عرابي اللي بننصح بالتوجه إليه لو بصينا بقى هنلاقي كثفات بسيطة في محيط مدان النهضة والغاية ما بنوصل لبين السرايات وشارع إنيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق مدان النهضة نروح الأليوبية والطريق الزراعي اللي جاي من القاهرة بيشهد سيولة مرورية لكن طبعا هنلاقي كثفات مرورية بتظهر من الساعة 5 فجرا قبل مطلع الدائري بحوالي 3 كيلو وبعدها بنلاقي بعض الكثفات قبل مدان المؤسسة لو بصينا على الطريق الزراعي للمتجه لبينها وكفر شكرا هنلاقي حالة من الانتظام المروري والسيولة المرورية للمتجه لمحافظات الدلتا من خلال الطريق الدائري هنبص هنلاقي بعض الكثفات البسيطة قدام اللي جاي من منطقة المرج ومؤسسة الزكاة والغاية منزل الطريق الزراعي عندنا طريق تاني بديل بننصح بيه طريق شبرى بنها الحر نروح لأسوان اللي عادة ما بيقاش فيها أي كثفات مرورية تقريبا هنوصل هناك ونبتدي من مدان السادات لشارع كونيش النيل هنلاقي سيولة مرورية تامة وانت ماشي على طول الطريق قد تجد بعض الكثفات المرورية عند منطقة الفنادق وبعدها التمركز ده مش هيبقى موجود وحنلاقي سيولة مرورية تامة إجمالاً إحنا لسه بدري فما فيش كثفات مرورية شديدة هيكون عندنا أكتر من تحديث مروري على مدار الحلقة نتكلم فيه أكتر نرجع على طول لشازلي وبسانت نبتدي معهم فقراتنا وأخبارنا صواح الخير عليكم وصواح الخير عليك يا شازلي ويا بسانت وينجزي بنشكر تيامل شكراً لديك